أيها الأسماء جماعة الأصل في الغيبة الحرمة أه أين لك ما تقول فلان كذا وكذا والله قالو لا يغتب أه أين لك كذا أين لك الله سبحانه وتعالى جماعة قال لا يغتب بعضكم ما بجوز الغيبة لكن علمة قالوا الغيبة بتجوز في ستة مواضع وذكروا أدلة عليها جمعا بين النصوص قالوا في ستة مواضع بتجوز فيها الغيبة أو تشرع فيها الغيبة الموضع الأول التظلم إذا مشيت لي قاضي ودارت الظلم ليه لابد تذكر شنو الظلمك ودي غيبة ليه صح ولا ما صح يقول لي يا أخي والله عند أخوي ظلمني وكذا وشال وكذا وسجل دي باسمه هل بتقول لي في واحد شال حاجات دي وماذا رجيب اسمها مولانا دي غيبة ولا بتجيب اسمه تجيب اسمه ده مع الظلم اتنين الإعانة على إزالة المنكر لو سي فلان ده بيقع فيه منكر وأنا لما بننصحه ما بيقبل مني لكن لو نصحوا صاحبه بيقبل منه الله قال وتعاونوا على البر والتقوى هنا بجوزلك تمشي ليه صاحبه دول ليه والله صاحبك ده اللي يام دي بيشرب خمرة واللي يام دي قائم على ناس البيت كذا هل إنت قلت ليه الكلام ده من باب الونس والتلذذ ولا قلت ليه عشان يصلح عشان يصلح دي سم الإعانة على إزالة المنكر بجوزلك تلاتة الاستفتاء الاستفتاء فبجوزلك إذا دارت استفت يعني تسأل دارت بجوزلك تختاب هنا وذلك ذكروا فيه حديث هند رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وأبا سفيان كريم كرم شديد جداً لكن الرجل مرات مع زوجته بر كريم شديد صحابه لكن مع زوجته مرات شنو بيرى إنه اضغط في بعض الأشياء قالت ليه إن أبا سفيان رجل شحيح فهل آخذ من ماله وهو لا يدري قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ما قال الله ما تقولي كذا ولا كذا لأنه دا من باب شنو الاستفتاء ريفت المزارة دايزوه لسي بجيك يقول لك أنا والله بيدي تقدم لها فلان فلان دا تقدم مختار دا تقدم لها بيدي رايك فيه شنو ومختار كتا الكتا لوزول بتاع شيكات طائرة وزول وزاته ما لا مين فيه وجاء تقدم للبيت بتاعتك وجاء سألك يتا قال لك يا أخ مختار دا تقدم لي بيدي انت رايك فيه شنو انت بتقول الحق ولا بتقول دي غيبة ما تكلم فيه مش بتقول الحق تنصح تقول ليه دا ما تديه ليه لأنه كذا وكذا 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 نصحا للبيت دي ونصحا لوالدة ونصحا للمسلمين عشان كذي فيه صيح مسلم قالت فاطمة بن تقيس يا رسول الله خطبني قالت خطبني معاوية وأبو الجهم قال أما معاوية فصعلوك لا مال صعلوك يعني فقير ما بتاعتنا دي مصحاب مهدبين وأما أبو الجهم لا يضع العصى عن عاتقي كثير السفر أو يضرب النساء ضراب لنساء في الرواية الأخرى قال لا أنكحي أسامة بن زيد قال الشيخ الألباني لأن المرأة لا تريد الرجل الفقير ولا تريد الرجل الذي يكثر السفر ربعة المجاهر بالفسق وحتى دي في كتب الفقر بتاعت المالكية موجودة ولك الذي يجاهر ببدعته أو فزقه يذكر يذكر مجاهر بالفسق يذكر بيجي قدام الناس ما بيدس بيذكر ويذكر كله شر لكن وتلقاه فنان غني فنان ويتبك ويبك في الشباب ده ترده مطواله في معصده دي ما تزيد عليها في معصده المجاهر بالفسق خمسة التعريف التعريف كي يعرف بلقب معين أو بوصف لا يتوصل إليه إلا به وهو لا يرضاه تقول وين بك رانكي يقول لك أبك رانكي دمه تقول لوني يا أخي إنت كان قلت وين محمد أحمد زول ما بعرفه كنت تقول لوني أبك رانكي يقول لك إيوان لا عرج تقول لوني ياهو بس يقول لك في الزقاءة الفنا زيداب جوز تذكر شنو بالتعريف في لقبي الذي لا يرضاه الأمر السادس التحذير التحذير قال الإمام النوي في رياض الصالحين شوف قال قال كأن تحذر من فقيه يتردد على مبتدع أو تحذر هذا الفقيه من المبتدع زول بمشي لي صاحب بدعة جوز تمشي تقول لي أخي زول ده مبتدع ما تمشي دالة نحن قاعدين نعمل يعني أنا ما قاعدين أي زول سوداني ولا غير سوداني ماشي بالشارع بنلم في بالمكرفون والليلة لاقينا فلان سكران وامسكوا فلان عنده كذا وفلان كذا وفلان فعل ما نقول كذي لكن زول ألف كتاب ونشروا في السوق قال نادو هذا فلان جينا فتحنا الكتاب قلنا يا معا فلان ده قال كذا ورد عليه كذا يسرخوا يقول لك ليب تجيبوا وما كتبوا قال انشروه وبراء وكتبوا قال كتبت وقد أيقنت يوم كتابتي بأن يدي تفنى ويبقى كتابها فإن عملت خيرا ستجزى بمثله وإن عملت شرا علي حسابها وما كتب براء بعدين هو يقول لك ده غيبة وبراء ونشرى بين الناس قال سووا كذا حسي لو زول بسكر ماشي بالشارع ممنج نقول فلان بسكر لكن اليوم اللي بكتب كتاب قلوا والله أيها السودانيون الهموم كترت أشربوا ساي ده عدو بنجي هنا لكن قبل ما شغلت براء لكن السداري ضلل شنو هسي نحن لو زول تحت السرير دغل تحت السرير ده سبي ملايا قال أفلان حقنا بنخشله تحت السرير براء ونقول له أفلان قبل ما نمرق من تحت السرير ده نادي الله براءه لكن زول مرق صنقر في السرير وقاعد اكتب نادي ونام ونشرى بين الناس نمشي الردلة في البيت ونشرى بين الناس زي ديته شنو ترد عليه وشنو ده الجواب يا جماعة وده الكلام العلمي في كتبها للعلم زي كتاب رياض الصالحين كموضع واحد ذكرناه الصلاة ما جات؟ ما جات؟ ما في مشكلة إن شاء الله جذاكم الله خير يا أخو والله الناس جاتين شرحت ليكم والله يتقبل منكم ونسجدكم ما شاء الله والله يجعلوا منارة أنشر الخير بالله أي زولة جماعة يساعد في نشر الدين ده بين الناس أعينوه الدعاء الدين ما دارين حاجة يعني ما دارين حاجة ما دارين حاجة يسمعوا الحق ده يموتوا عليه ده ما خير للناس؟ والمساجد دي كذي أي زولة اللي اكتب له وراء يقول لك ممنوع وإلا بإذن دخاله والقرآن طوالي لأنه الله قال في بيوت أذنة ده سيد البيت قال أذنة فلا أستاني ما فينا فأعينوا يعني أنشروا الناس تنشر الخير وكذا وكذا والحمد لله البلد الآن بلدكم تقبل الله يتقبل الله يوفرنا وياكم واذي في ذكروا الدعاء بجوب شوفوا نفسوا أحسن من الناس المستمعين والله نحن نسأل الله يجعلنا أولا من الدعاء الثانيا والله لا نرى لأنفسنا فضلا على غيرها فنحن زي عامة الناس بس نذكروا يذكروا بعضنا بعضا ويجعل الله الخير في ذلك أسأل الله يجمعنا جميعا في دار الكرامة إخوانا على سر المتقابلين جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا